في نفس اليوم المفرقة أبي أحمد جايب المجموعة من الإخوة اللاجئين السوريين في أثيوبيا بيفطر معهم في رمضان وبيقول لهم هكذا كان يفعل النجاشي مع المهاجرين الذين هاجروا من الجزيرة عربية في عهد النبوة أهو الصور زي ما تشايفين موجود أبي أحمد قدام حضراتكم مع مجموعة بيفطر معهم في أديسة بابا وكانت الأنباء الأثيوبي بتقول مجموعة من اللاجئين وهو بيقعوا زي ما تشايفين أبي أحمد بيفطر معهم بيدعبهم من المجموعة من المسلمين يعني يبدو في الصورة يعني مغرق في الإنسانية ويبدو في الصورة مغرق في الزعامة ورجل يحمل جائزة نوبل للسلام بهذا الشكل أنا بقول أنه أبي أحمد بهذه الصور أراد أنه هو يرسخ صورة زهنية عند الناس بيقول أنه أنا إنسان وأنا أفطر مع المسلمين في شهر رمضان يعني يبدو إنسانا خيرا وإنسانا طيبا وإنسانا طبيعيا لكن بقول لأبي أحمد من المفارقات في نفس اليوم اللي أنت بتفتر فيه مع ما قلتم إنه لاجئين سوريين أعتقد أنهما موجودين في إتيوبيا يعني من قبل الأزمات في نفس اليوم وزير خارجية أمريكي بيقول لك ما يجري فيه تيجري ما يجري فيه عفار ما يجري فيه بني شنقول ما يجري فيه أمهرة ما يجري فيه أورومو كوارث إنسانية يجب أن تتوقف وفي نفس التوقيت يا سبحان الله النازحين واللاجئين النازحين واللاجئين الإثيوبيين تعالوا شوفوا على الحدود السودانية فيه كام مليون نازح مليون لاجئ إثيوبي هرب من إثيوبيا من جراء ويلات التصفية العرقية الموجودة في إثيوبيا منين عندك مليون مواطن من عندك هرب من ويلات الحروب داخل إثيوبيا ومنين وقاعد بتتصور مع مجموعة من السوريين وبتقول إن إحنا أهل سلام كان أولى بك أبناء إثيوبيا أن يكون جبر الخواطر لأبناء بلدك أولا طبل أن يكون اللاجئين إن كانت الرواية صحيحة نتابع النسوال الحملين بسكين شججهم شوفنا بعنا قال لأطفال ضباحون بسكين بس لتجري جروشنا في البنك أبي حميد جفلوا عشان ما نطلع على القرش قفل الشارع عشان ما نطلع النسوال طبحون على الرجال كلهم ما في زول بس اللي طلع على الروح في ناس وورا نزلاتوا في شارع ماتوا بجوع بالسكين بالسلاح كلهم النسوال الحملانين البنات الصغار يطبقون ده بيحبس كين دي صور من الإثيوبيين من التجري شهادات من الناجيات والناجين من ويلات المعارك الطاحنة داخل إثيوبيا والجيش الإثيوبي والجيش الأريتري على الحدود السودانية دي شهادات حية من نساء إثيوبيات ورجال إثيوبيات من إخليم التجري فروا من ويلات ما يقوم بها أبي أحمد كيف أصدقك وهذه أثر فأسك جبما نجيب السورتين مع بعض وليدي هجيب السورتين جبما بعض سورت أبي أحمد هو بيطبطب وبيحنحن على أياد من أسماهم بيه السوريين المسلمين في رمضان وبين فعل أياد أبي أحمد فيه أبناء جلدته أبناء بلده الإثيوبيين بهذا الشكل يعني هذه الصورة هذه الصورة يعني صورة فاضحة هذه الصورة أصدق هذه الصورة أو أصدق هذه الصورة يعني أي صورة أصدق أي صورة تعكس شخصية أبي أحمد والإدارة الإثيوبية هذه الصورة الموجود فيها نسوة إثيوبيات يعني فارات من ويلات الحرب في التجري والاختصاب ولا الصورة اللي انت واقف فيها بتتصور مع مجموعة من المسلمين وبتقول ان انا رجل سلام يعني هذه الصورة بتمثل قمة الابتزاز السياسي ابي احمد بيقوم بعملة ابتزاز سياسي في توقيت حرج وحساس في مفارات صد النهضة عايز يقول للعالم انا مش ضد العرب انا مش ضد مصر انا مش ضد السودان انا مش ضد المسلمين انا قاعد اهو وسطهم وبافتر معاهم وبقول لهم رمضان كريم لكن في نفس التوقيت نفس الايد اللي بتقدم مشروب رمضان لأحد هؤلاء السوريين نفس الايد اللي بتقدم سلاح للارتريين والامهرة لقتل ابناء اثيوبيا في منطقة التجري صورتين معبرتين صورتين مش محتاجين الصورتين مني ان اشرح او ان ارغي وازبد هذه الصور بليغة بلاغة تامة في اصال الصورة ابي احمد بيراوغ ابي احمد بيكذب ابي احمد بيتجمل ابي احمد بيحاول انه هو يهم العالم انه رجل سلام ورجل استثنائي في منطقة القرن الافريقي بيحاول انه يلمل مشتات بلده وانا بقول تاني مها كذا ترد الابل بقول انه هذه الصور اللي عايز يشوف ابي احمد او عايز يشوف اي دولة يشوف الصورة كاملة ما ياخدش جزء من الصورة ويبدأ فيه عملية تسويق سياسي وابتداد السياسي غير مسبوع